الآن بالتحديد نحن اليوم نتكلم عن عرض الأسعار كالتزام قانوني بالدرجة الأولى وأخلاقي وحضاري بالدرجة الثانية جميل ويعبر عن ثقافة التاجر قبل المستهلك لأنه هو التزامي على عادق التاجر والعاون الاقتصادي أو المتدخل بالعملية التجارية لفائدة المستهلك عندما نتكلم على عرض الأسعار من جهة قانونية ولا من جانب قانوني نحن نتكلم على التزام قررته القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والقوانين المتعلقة بالممارسات التجارية كالتزام إجباري وواجب على عادق المتدخل في العامية التجارية اللي هو العاون الاقتصادي أو التاجر بمفهونة العام أو بمفهونة الدرج وهو بمعنى أنه واجب على التاجر الذي يقدم خدمة معينة أو سلعة معينة أي خدمة أو أي سلعة يجب عليه عرض السعر المتكون أو التعريفات المكونة لتلك الخدمة أو لذلك المنطقة جميل فيها